تصليف مصر غدا قمة القاهرالية السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام كما تناقش القمة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدفع نحو تفعيل العملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تتبنها قمة بيروت عام 2002 بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم وفي مقدمتها السكرتير العام للأمم المتحدة عنطانيو جوتيرش وتحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم التحركات المصرية التي تهدف من خلالها مصر لتوفير ممر آمن وعاقل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير